ان الرئيس فلاديمير بوتل لما التقى طبعا قلتلكم تصراحات الرئيس السيسي لما التقى بالرئيس الروسي طب هو الرئيس الروسي قال ايه مع الرئيس عبد فتاح السيسي من اهم الحاجات اللي الرئيس الروسي شكر الرئيس عبد فتاح السيسي فيها هو ايه ان اول منتدى روسي او اول مؤتمر روسي افريقي كان اثناء قيادة مصر الاتحاد الافريقي وبسبب فكرة مصرية فشكروا ان انتوا اللي بدأتوا هذه الفكرة واحنا الوقت بنكمل في هذه الفكرة وانت لعبت دور هام ورئيسي مصر اللي عبته في اطلاق النسخة الاولى من القمة الروسية الافريقية وانها بتعمل علاقات متميزة وسنستمر بعد كده من ضمن اللقاءات ايضا التي قام بها الرئيس النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ان الرئيس هلتقي بالعديد من الزعماء والرؤساء على هامش هذه القمة كان اللقاء مع رئيس جنوب افريقيا اليوم وحوارات او مناقشات هامة حول التعاون المشترك والملف الافريقي من سانت بيتلسبرج الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالعزاء لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا في وفاة الشيخ سعيد بن زايد الانهيان ممثل حاكم ابو ظبي وشقيق الشيخ محمد بن زايد الانهيان وتقدم لهم بالعزاء تقدم بخالص التعازي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان في وفاة اخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد الانهيان ممثل حاكم ابو ظبي الذي قدم عطاء كبيرا لخدمة وطنه فضلا عن دوره المثمر في تعزيز اواصر العلاقات الاخوية بين مصر والامارات رحم الله الفقيدة واسكانه فسيح جناته والهم اهله واحبابه الصبر والسلوان وادامة الامن والاستقرار والازدهار على الشعب الاماراتي الشقيق